أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في لاهاي بشأن قضية تهم الإبادة الموجهة ضد إسرائيل والقاضي بفرض تدابير طارئة إضافية للإيقاف الفوري للعمليات العسكرية في رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لجان التحقيق إلى قطاع غزة ودعت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للأعمال العدوانية في الأراضي الفلسطينية استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال استهدفت شقة سكنية شمال مخيم صيرات وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد عدة أشخاص وإصابة آخرين كما تم انتشال جثث شهداء وإخراج جرحى من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء بلغ أكثر من خمسة وثلاثين ألفا وتسعمائة شهيد وثمانين ألفا وأربعمائة مصاب أكدت الأمم المتحدة على أن وصول المساعدات إلى قطاع غزة تراجع بشكل كبير جدا منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي شن عملية على رفح قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشهون الإنسانية منذ بدء العملية العسكرية في رفح الشهر الجاري لم يدخل للقطاع سوى تسعمائة وست شاحنات فقط حوالي ثمانمائة منها كانت محملة بإمدادات غذائية وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بعدد سكان القطاع الذي يبلغ نحو مليونين وثلاثمائة ألف نسمة يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ بدي عمليتها العسكرية في غزة ما أدى إلى تراكم المساعدات وتلف بعض الإمدادات الغذائية ترجمة نانسي قنقر